طلقت في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة ويشارك في الاجتماعات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل ومدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز ورئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع في مؤشر على أحراز تقدم بعد اجتماعات القاهرة بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات قال مسؤولون إسرائيليون للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن مفاوضات الدوحة ستصفر قريبا عن اتفاق بشأن المبادئ العامة لصفقة التبادل من جهتها ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل مستعدة لتسليم معبر رفح إلى جهات فلسطينية لا تنتمي لحركة حماس أضافت القناة ذاتها أن إسرائيل مستعدة للانسحاب من محور نيتساريم لكنها طلبت ضمانات من واشنطن للسماحي بشن حرب على القطاع في حال ثبتت عودة المسلحين إلى الشمال بحسب القناة فإن الحلول التي طرحت خلال الأيام الماضية لا تتضمن وجودا إسرائيليا على الأرض في القطاع ومن المقرر أن يجتمع الكابنت الأمني والسياسي الإسرائيلي غدا لبحث مخرجات اجتماعات القاهرة والدوحة والدوحة